اهلا بحضراتكم من جديد اذا كانت الاقواص مازالت مفتوحة مستعدة لاستقبال المزيد من الانتصارات والبطولات للأهل في موسم اعتقد شفته صعوبته مع كابتن عامر حسين مدير دارة المسابات وقدي الموعيد كلها متداخلة والامور اعتقد فيها صعوبات حقيقية فاذا كانت القرعة الدوري اجرية النهاردة والأهل يعرف مساره في الدفاع عن اللقب في الموسم الجديد فغدا نشد الاهل الرحال الى المملكة العربية السعودية ساعة ستة غدا ان شاء الله البعثة تسافر الى السعودية برئاسة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي والقايمة باللعبين الجاهزين اللي تم تسجيلهم في قايمة مباراة السوبر مع جواز التعديل لغاية يوم الاربع يعني الاهل معاه فرصة لغاية يوم الاربع يادر يشيل اي حد لعيب اذا اصيب او غيره عنده محمود متولي كان اصيب وهيضيف اي جديد على قايمة الثمنتاشر الثمنتاشر لعب المباراة مساء يوم الجمعة ان شاء الله امام اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر بين بطالي دور الابطال والكونفدرالية ان يستهل الاهل الموسم بكأس جديد اعتقد فرصة كويسة اذا ربنا سهل وعملتها هتريحك في حاجات كتير جدا والناس طواقة جدا هتشوف الفرق الاول مرة في المعترك رسمي مرة واحبة ويمكن ده حرص من مستر كولر الى حد كبير علي انه محدش عرف تفاصيل عن مباراة الودية حتى فتاعة طلاعي جيش النهاردة في حرص يعني منه وده حقه ويعني اذا كان ده حيدي له نوع من التركيز او التجريب مش عايز يبقى تحت ضغوط الفلسفة والتنظير عليه من كل الناس بس انا يعني يعني انا متطفق بس انا عايز اقول حاجة لبعض الناس اللي بتروح وتخرق هذا الحظر الفني من بعض الجماهير وتصرب لقطات بطريقة او اخرى متصرب بعض اللقطات النهاردة وكان فيه زعل من بعض المشجيع الاهلي نفسه قالوا ده مش معقول يا جماعة احنا يعني ابسط حاجة تساعد بها في رئيطك انك تلتزم انت كمشجع انما التلصص دي مش شطارة ولو هتعمل ونوراها ميزات او فلوس حتى طبعا فين حبك للنادي الاهلي ولذلك انا يعني اللي يعمل حاجة زك كده ويتمسك يجب ان يحرم من المطشاط بتاعت النادي الاهلي تماما طيب احنا اتكلمنا على استعدادات الفيرة وتكلمنا يعني مبدئيا المباراة الاهلي والتحاد العاصمة طبعا مباراة مهمة جدا وعلى كأس السوبر والفريق جزائري ليه كل الاحترام والتأدير لانه بطل كونفدرالية كمان والمباراة في السعودية الاقبال الجماهيري كان كبير وواضح انه جماهير الاهلي في السعودية منظمة رحلات من كل انحاء المملكة لو حصلوا على التذاكر وده الرابطة الجزء اللي تم طرحه نفد بسرعة دي الرابطة لما تواصلت معايا كان بهدف تنظيم هذا اللي انت بتقول عليه رحلات والناس تروح متنظمة وتروح بادري وعارفة انها هتخش والكلام ده اي وده لصالح اي حدث رياضي يعني نتمنى دايما الملاعب في كل مكان تبقى مليانة لانه من اجل هذا تلعب الرياضة ان الناس تشعر بدفء المطلقي وترجمة فورية لأدائك وحنطالب مرة واثنين وثلاثة بالالتزام الجماهيري مش عايز حد يعبس في التحديات الجديدة بقى حنخش بقى التحاد وآهلي واندخل الكورة في حاجات تانية خلينا نلعب السوبر ده واحنا مركزين في الماتش ده وكلنا يعني امال ان تظل المفاهيم الرياضية سائدة بيننا وبين بعض لان يا جماعة غير كده الرياضة هتبقى مش حيوه طيب الاهلي لما احنا بنتكلم على المنافسين دعموا صفوفهم بمين الاهلي احتفظ به ومدربه اللي مرت سنة كاملة على توليه المهمة مارسل كولر في مثل هذه الايام من العام الماضي كان تولى المهمة وعمل موسم كبير جدا مع النادي الاهلي الاهلي حافظ على استقراره الفني استقراره الفني في اللعيدة استعاد المعارين كريم ندفد وصلاح محسن وضم ريدا سليم وضم امام عشور وما زالت الاقواص مفتوحة يعني قد يضف فيها جديد في حال الاعلان عن صفقة اللاعب الفرنسي انتوني موديست حتى الان من دعم الاهلي صفوفه بيهم انت رؤيتك هل ده فعلا حقق النواقص المطلوبة انا كده بشتغل كمشجع له رأي ايه او ناقد بينظر ايه انا اللي عايز اكون ده ولا عايز اكون ده في اللحظة دي لان انا دائما ارى ان احنا ضغطنا كتير قوي على النادي الاهلي وعلى جهازه الفني وعلى اداراته المختلفة عشان لينا وجهات نظر في التدعمات التي ينبغي يحصل عليها النادي الاهلي في عين اختيارات الجهاز الفني المفروض انها تكون اتحققت يعني لو انتهى ضم هذا المهاجم على خير وحنتكلم في سماته حنتكلم في دلالاته هو ليه سنة وليه كبير في السن بس الاول انا كنت عايز اقول حاجة قبل منسى ايه انت بتقول استقرار الجهاز الفني لا الجهاز الفني تم تطويره مش استقراره بس الجهاز الفني كولر طلب تدعيمه تدعيمات فنية فجاء له المدرب مساعد المدرب اللي طلبه بالنوعية اللي طلبها بالتخصص اللي طلبه طلب اجهزة تدريبية جاءت بالكامل واقف رجعانها بالكامل ايه لتطوير الاداء تنوع تدريب بقى هتدي لك انت تنوعات جديدة اذا طلب تعديلات في اجهزة معاونة ادارية وطبية او حصل عشان ما خشش في التفاصيل ونقعد نتناقش طابوليه وعشان ايه والكلام ده ايه لكن حصل تعديلات وما زالت التعديلات الطبية ما زالت مستمرة اذا هناك سعي سعي لاستكمال العمل الفني والاداري داخل الفريق بشكل مختلف هيصفر عن ايه المفروض ان اللي عامل كده شايف انه داي ساعد اكتر هنضغط عليه بقى برأينا واستعجلنا عن نتائج ومش قلنا لكم قلنا لكم هيبقى فيه غلط من جانبنا سيب الكلام ده للناس اللي هي ارشى ملحة الاهلي مش جماهيره ارشى ملحة الاهلي طبعا كل ما تعمل حاجة هو فيه في الدنيا اعلامي يطلع ينتقد صفقة لنادي هو ده دوره يقولك كبير في السن هو واحد تاني يطلع يقولك هي دي بقى سياسة الاهلي هو انت بتنظر على مين هنا انت بتنظر على مين انت مالك ومالك كل نادي يرى ما يرى انت تنظر على النتائج التي تحدث لو عايز يعني لو تملك القدرة على التنظير وفيه ناس مديه لك الحق ده بتتكلم على ما تصفر عليه الرؤى الفنية في الاندية انما تسابعها على طول بوجهة نظرك ده مش من حقك ولا ولم تتوقف امام فلسفة التعاقد ملاعب كبير في السن لمدة سنة قبل انها تزيد وانه انه يقبل هذا الكلام دورها مجهود مضني والكواليتي بتاعت اللاعب واحد يقولك جايب جولين بس اخر السنة بس لعب كل المشيط مع النادي الذي كان ينافس للرمق الاخير واللحظات الاخيرة على بطولة الدورة دورة من تخسر الدورة فر الاهداف موجود لللحظات الاخيرة اذا كان المدارب اللي شايفه كان بيقادي دور فني مش دايما الترجمة بالاهداف هناك ادوار فنية ولذلك مثلا لما كان سوزة ناس طلعت ارقامه قالت ايه دا هو دا اللي متمسك بيه ليه كولر هو شايفه دور فني طيب كولر شافه فجأة لا كولر مش عايز اقولك الليلة كانت ماشية ازاي وعنده معلومات عنه عن غيره من بدري لكن ربما كان شايف دا ان الحل اذا لم يستطع ان يحصل على الحل النموذجي يبقى دا يحللك في اللحظة دي وفي التحديات اللي جاية دي بشكل جاية جدا هو دا اللي انا عايزه على قد التارجل اللي جاي واحنا ماشيين وما زالت الاخواص مفتوحة ما زالت الاخواص مفتوحة مش هتتوقف ابدا واذا توقفت يبقى في حاجة غلط العمل الداعم والعمل 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 انك تتابع الحركة خارج النادي الاهلي محليا وافريقيا وكبار وصغيرين اذا توقفت يبقى فيه تقصير والناس اللي بيتلوم لا مفيش تقصير العمل مستمر والشكل بيتكامل كل يوم والتاني الفني بتاع ازاي تقدم المعلومة السليمة بالشكل اللي محتاجه المدرب وتكون بالترجم واقع فني سلوكي طبي مادي وبعدين واقعي انك تقدر تجيبه ممكن كل ده يتوافر ما فيش واقعي ما تقدرش تجيبه واخد بالك فبنتعلم من تجربة سابقة ان احنا يبقى فيه بدايل كتير فيه البدايل بقى اللي انت عارف امت تخلصها مش انت اللي بتختار التوقيت للنادي الاهلي اللي بتنتقد ومش انت اللي بتختار اش معنى ده لكن لو انت عندك القراءة الجيدة لشكل الاتفاق هتعرف كل حاجة معمولة ليه وبالطريقة دي ليه وتعرف ان وراه فكر مش عشوائي فانا ارجو ان احنا عشان اصعب حاجة انك تشتغل وتتعب وبتاع وتجد ناس ما تعرفش انت مكلف بايه ما تعرفش ايه دورك ما تعرفش متى يأتي مرحلتك وتحملك حاجات انت ملكش قرار فيها لكن ليك دور فيها الفارغ ان يبقى لك دور وانك تبقى القرار كبير جدا القرار فوقي موجود عند اهل القرار اي يملكه المشرف على الكورة يملكه ويساعده لجنة التخطيط و يحسمه الرؤية الفنية والرأي الفن والاجهزة الباقي دي كلها اجهزة معاونة كله معاونة اللي بيقدمه اللي بيخترعه بتنصيق مش كل واحد على مزاجه كل واحد بيشتغل بشكل منعزن للاخرين فالدنيا بتبقى باينة قدامنا كلنا لكن ما احناش عارفين حتى انتهى علي اي لان القرار مش عندنا ولو عرفنا مش مفروض حد يعرف حاجة عن اللي عرفناش اي بس دا الموضوع بخصار يا استاذ ابراهيم دا كلام مهم جدا لكن لا تزال الاقواس مفتوحة بعد الفاصل موسيقى موسيقى موسيقى